أكدت وزيرة التضامن لاجتماعين فين القباج أن قمة المناخ في شرم الشيخ ستكون نقلة نوعية في تعامل مع قضايا البيئة وتغير المناخ وقالت وزيرة التضامن إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 يضعها في مصاف الدول التي تطبق قواعد التنمية المستدامة كما أشارت وزيرة التضامن إلى أن المؤتمر سيناقش تعويض الدول المتضررة من السلوكيات البيئية الخاطئة والتي كان لها ضرر واضح على الدول النامية